مركز الدناء العدلي للبحث والتدريب في جامعة النهرين يقيم ورشة عمل حول الكروماتوغرافيا الأسس النظرية والتطبيقات نظم مركزنا اليوم ورشة مهمة لها التطبيقات واسعة في كل مجالات العلوم سواء الطبية أو الهندسية وحتى العلوم الأخرى اللي هي عن موضوع الكروماتوغرافيا وهي تقنية فصل ضمنت الورشة ثلاث محاضرات المحاضرة الأولى الدكتور ضياحة مقدمة عامة عن الكروماتوغرافيا الكروماتوغرافيا وتطبيقاتها وخاصة عن تقنية الجيسي والمحاضرة الثانية للاستاذ الدكتور نور من كلية الطيب حيث أيضا عن تقنية الـ HPLC والمحاضرة الثالثة ممثلة عن شركة القفاف متخصص في الأجهزة المتخصصة في الكروماتوغرافيا وتهدف الورشة لبيان الكروماتوغرافيا بوصفها طريقة لفصل وتنقية المواد الكيميائية المختلطة تعتمد على أن مكونات المخلوط توزع نفسها بنسب مختلفة بين مكوني نظام ثنائي أحدهما متحرك والآخر ثابت محاضرة اليوم عن لكود كروماتوغرافيا تقنية فصل عادة نستخدمها لتحديد الـ كارسوجيني كامبود إلى آخرين من المركبات الأضوية واللاعضوية وكذلك الأيوانات محاضرة اليوم إن شاء الله تكون مفيدة لطلاب دراسات العليا وأوصت الورشة بتوفير أجهزة علمية حديثة لتطوير المختبرات والاهتمام بمعيارة الأجهزة لإعطاء أفضل النتائج بالإضافة لإقامة دورات تدريبية لطلبة الدراسات العليا لمساعدتهم في إنجاز الوحوث